من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب تصور الله يؤذن أحدا بالحرب أي يعلمه آذنته وإعلمته أخبرته أنه قد قامت حرب بيني وبينك ما السبب آذيت وليا من أوليائه هكذا يدافع الله تبارك وتعالى عن أوليائه سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى قد توعد بالحرب ثلاثة في هذا الحديث من يؤذي أوليائه وفي قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم والثالث آكلوا الربا لما نهاهم الله تبارك عن الاستمرار في آكل الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هؤلاء هم الذين أعلنوا الله الحرب عليهم سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر